طيب والشيء الثالث ذكرنا الخوف من الناس الخوف من الناس بيبقى عندنا ناس مثلا أعداء في عندنا رؤساء في عندنا أقرباء في عندنا ناس يبصلك على أنك أنت ابن الله مش طيقك لله في لله كده يعني فيك روح ضده مش طيقك فكل دولة يحاولوا يزعجوك لكن يقول كده الرب معين لي فلا خخاف ماذا يصنع به الإنسان يوسف أخواته خططوله عملوا إيه قال لهم أنتم قصدتم به شر والرب قصد به هامان خطط لمين لمردخايا عارف يعمل معه حاجة دانيال خططه يحطوه في الجب عملوا معه حاجة دول كون دول بشر طيب إحنا كان عندنا في مصر الإخوان من سنة 2011 لما هيجوا الدنيا ومسكوا في مصر وحاولوا يعملوا انزعاج لكل البشر عارف يعملوا حاجة في سنة رب شلهم مهما كانت قوة الناس الله قادر أن يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله كان في واحد اسمه شيمون بريز قال أنا عند استعداد أموت بدون خوف ولا إني أموت بالخوف لما قالوا له أنت كده هتخش في صلحه مع مصر ممكن يموتوك قال لهم أنا أفضل طول عمري مرعوب عشان خاطر ممكن يحصل لا أنا هعيش طول عمري مش خايف وممكن أموت بس أموت من غير خوف مش عيش بخوف اشتركوا في القناة